سلام عليكم اصدقائي كيفكن يا رب تكونوا بخير اليوم رح سوي انا وياكم كبدة الدجاج بطريقة كتير سهلة وبسيطة كمان والطعم ولا ارواح بمقلية على النار لحط زيت جوز الهند فينا استعمل زيت زيت زيتون زيت جوز الهند سمنة بقرية او زبدة هيدا الشي بيرجعنا طبعا عندي كيلو من كبدة الدجاج طازة طبعا وغسلتهم قطعتهم بالحجم اللي انا بدي اياه حطيتهم بالمصفاية لحتى يتخلصوا من كل الماء اللي غسلتهم من فيها هلأ متل ما شايفين خلات شوية الزات يتحمى او يصير حامي وضفت له قطع الكبدة هيدا الطريقة كتير مهمة ان يكون الزات حامي وشوية زيادة تغري الحقلة وقلبه بس من انتبه ان احنا عم نقلبه ما نكسر او نعجن او نقطع ونفتفت ما بعرف شو بدكم تقولولا القطع الكبدة يعني ما بدي اياهن يهتروا بدي اياهن يضلوا نحافظين قطعة قطعة وبنفس الوقت بدي اقلبهم عشان الزات يغلي في كل حبات الكبدة عشان ما تنزل ابدا سوائل ومع هاك هي بتنزل يعني متل ما شايفين نزلت بدي حاول اظن يقلبهم لحتى تتنشف كل السوائل منهم او في كمان طريقة تانية اتخلص من السوائل اللي نزلت على جنب حاول يعني ارميهن او اتركهم حتى يتبخروا كلياتهم هلا حطيت عقدي سفرة او كركم كمان هاي دي الخطوة كتير مهمة انا صراحة تخلصت من الماء الزايدة انتو هدا شي بيرجعلكم بتتركون لحتى تتنشف على النار او تتخلصوا منهم هدا شي بيرجعلكم انا بحس يعني تخلصوا منهم اسهل ما بتاخد وقت منه وبعدها ما بتنشف حبة الكبدة ازا بدي تركوا لحتى ينشفوا منيح الكبدة كمان لحت نشف وهيدا الشي احنا ما بدنا يا ابدا بعد ما العقدي السفرة راحت عليهم كلهم انا مقطع بصلي هون بصلي بحجم التفاحة لكيلو كبدة بتكفي ما بدنا اكتر وبدي قلبهم طبعا انا لان اتخلصت من الماء اللي طلعت الزيادة فبنفس الوقت اتخلصت كمان من المادة الدهنية اللي بقيت شوي فيهم من هيكي مضطرة اني تضيف من جديد اه لح ضيف هلأ سمنة بقارية وانتلو قد لكم فيكن تستعملوا انتو اي نوع زاد زبدة سمنة اه زاد شوز الهند هيدا الشي بيرجعلكم انتو شوي ضفتنه متما شايفين سمنة بقارية سمنة عططن بقارية نكحة كتير مميزة صراحة ما عطوا ابدا طعمة زفرة عادي الطريقة بتصحكوا نتجربوها لانه الكبدة عادة سواء كبدة الغنب كبدة الدجاج حساسة كتير ازا ما عرفنا كيف يعني نجحزها بحتطلع معانا زفرة بالاكل وما لاح تطلع طيبة ابدا لحط كمان رشة ملح بعد ما حطيت شوية سمنة لحط ملح الكمية اللي انا بدي اياها وقلبونا كلهم سوى مع البصلي بدي البصلي طبعا ما بدي ما ضروري البصلي تتحمر وتصور لونة بني او شي بديها بس هيك تتبل يعني بلي كتير ست سبع دقايق وبتكون عندي صارت البصلي جهزت وكمان الكبدة صارت جاهزة هلأ بتجي التوابل حطيت له نهيل مطحون متل ما شايفين ورشة ارفة او دارسين مطحون كمان ورشة فلفل اسود يعني متل ما شايفين كله رشة رشة خفيفة اذا عندكن انتو سبع بهارات ففيكن تستغنوا عن كل هادا الرشات وتحطو بس سبع بهارات مع رشة هل وضفت هلأ البابريكا الحمرة حطيت فلفل احمر كمان تركي مجروش وشو بدي لكن الريحة غير شكل هلأ عندي انا هون فلفل الوان حسب ما انتو متوفر انا كان متوفر هاي حتى فيكن لو وعندكن اخضر كمان بيطلع كتير حلو لونه كمان طعمت وانا كان عندي هات 3 الوان حطيتهم وازا بتحبوا الحار كمان عندكن فلفل حار او شطة فيكنوا اضيفو انا بالاخير اضفت شطة مطحونة مجففة فعلى خفيفة عطتوا نكهة كتير طيبة متل ما شايفين هلأ الكبدة ما نزلت بعد سوائل السوائل اللي نزلت كمية بسيطة انا تخلصت منها صراحة لانه الكبدة ازا نزلت سوائل واحتفظنا فيها لح تطلع كتير زفرة ما بنصحكن ابدا تحتفظوا فيها اما تنشفوها متل ما قلتلكون وهيدي لح تنشف الكبدة اللي حتى كانت تتبخر السوائل اللي طلعت او اسرع طريقة انكن تحطوهم بالمصفية تزدتوا كل السوائل نزلت منها وترجع تبلشو من جديد وهيدي هي السر انه تطلع الكبدة صراحة طيبة هلأ الكبدة انا تقريبا متل ما شايفين هي جاهزة صارت بس بدي خليها تستوي بعد اكتر ما بدي نشفها ابدا الكبدة ابدا ما انا طيبة اذا تنشفت على الاخر عندي هوني هلأ النوع من البصل مجفف اخضر ازا متوفر حطوه ازا مش متوفر ما بيأسر وكمان بصل ابيض مجفف انا قلت هيك بحطهم كمان زيادة طعم اضافية بس ازا مش متوفر عندكن ما في داعي ابدا لأيلون لانو نحنا بكل الحالات حطينا بصل من البداية يعني قليناهم ومتل ما لاحظتوا ما تكسروا هوني عم بحط انا الفلفل الشطة قطعت شوي طعم حرارة ما عم تنزل اصلا بس خفيف يعني عطت نكهة طيبة هاد الفلفل الحار طبعا فينا نكلة بورق خاس آآ بالخبز سندويشات انا تصراحة مش حاصرت حطيت عليها دبس الرمان انا وعم بكلها غير شكل طبعا نوع الدبس الرمان اللي عندي آآ بس دبس الرمان يعني ما فيه ابدا سكر آآ ما فيه اضافات تانية ما واضحة افزة وشي مية بالمية دبس الرمان ببيعطي حموضة غير شكل هادي طريقة المبسطة السهلة اللي عن جد ازا تبعتوها لح تضمنوا اكل الكبدة وخاصة انو الكبدة الى فوائد كتيرة لانو خاصة آآ بتقوي الدام فانحنا ما معقول نوقف اكل الكبدة بس لانو ما بنعرف نسويها او بس نسويها بتطلع زفرة معانا او ما بتستسيغى نفسنا فاتبعوا الخطوات هاي ببساطتها صراحة لح تصوروا عن جد تكلوها انتو حبيبكن ما شاء الله تبارك الله يعني شوفوا الكيلو قداش اعطاني ومتل ما شايفين حبي واختا ما تكسروا ابدا ما تفتفتوا بقلب الصحن لانو حفظنا عليهم متل ما شايفين والريحة شو بدي اقلكن ورشت بقدونس كمان فوق منا بتعطيها منظر حلو كمان نكها طيبة نحنو عم ناكلها ازا كنتوا لاول مرة بتشوفوا قناتي يا رد تشتركوا فيها وكمان ناطرة دعمكن لايكاتكن وكمان تعليقاتكن الحلوة استفساراتكن واراءكن كمان ولا تنسوا تشاركوا القناة مع الناس اللي بتحبوهن وهيدي جيتني اليوم هدية بشوفكن عخير بامان رب العالمين